46 يوم من القصف المتواصل على قطاع غزة إمبارح كان فيه جريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال باستهداف المستشفى الاندونيسي بالرصاص الحي وأيضا قصف محيط المستشفى بالقذائف المدفعية ده طبعا أدى إلى استشهاد العشرات صح الفلسطينية أعلنت عن خروج 28 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة أخيرها كان المستشفى الاندونيسي طبعا نتيجة هذا القصف كمان كان فيه رد فعل إمبارح من المنظمات الامامية اللي أدانت هذا الهجوم اللي أقل وصف لي أنه هجوم وحشي منظمة الصحة العالمية قالت أنها بتشعر بالفزع من الهجوم على المستشفى الاندونيسي في غزة ومنظمة العفو الدولية قالت أنه قصف وكثافة القصف الإسرائيلي يكشفان الاستهتار الصارخ بحياة الفلسطينيين إحنا كمان بالمناسبة بنشعر بالفزع إحنا كمواطنين عاديين بنشعر بالفزع فلما منظمة أممية تشعر بالفزع وتختزل كل تحركاتها في هذا التصريح أعتقد أنه شيء مخزي للغاية المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن عن حصيلة الجرائم الوحشية للاحتلال في غزة وقال أنه حتى اللحظة استشهد حوالي 13300 فلسطيني في القطاع منذ 7 أكتوبر ده طبعا الرقم حتى الآن الناس اللي كانت موجودة وتم دفنهم بالفعل لكن في مئات الشهداء للأسف مدفنين أسفل ركام منازلهم طبعا هذا العدد الكبير 13300 من ضمنهم 5600 طفل و3550 امرأة اليمسيفة علاقت على هذه الإحصايات وقالت أنه لابد من آلية محاسبة وفقا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال في غزة المشكلة أنه الحقيقة نتكلم على هذه الأرقام يكاد يكون فيه تخوف أنه يكون الضعف موجود تحت الأنقاض تحت ركام هذه المباني نتكلم في مشاهد مرعبة لو تبعنا بس الأحداث اللي بتحصل يوم بيوم كم الانتهاكات وجرائم الحرب اللي بتحصل يوم بيوم المشهد حقيقي مرعب يعني كان فيه قصف آخر لمدرسة تابعة للأنروة في مخيم البريج شفنا حتى يمكن الأطفال اللي بقينا بنسمع مصطلح اللي بيتابع الأخبار مصطلح الأطفال الخدج أو الأطفال اللي بيحتاجوا حضانات الأطفال دي بتبقى ولدت قبل الأسبوع السبعة والثلاثين وأحياناً كمان في منهم للأسف أمهاتها استشهدوا قبل ما يولدوهم وبقرت بطنهم عشان الأطفال دي تخرج إحنا مشهد مرعب مرعب بكل ما تعني هذه الكلمة يا شازلي حتى الجثث يعني حتى الجثث ليست في أمان المستشفيات مش في أمان المقابر الجمعية مش في أمان المستشفيات والمدارس مش في أمان وكل ده بنتكلم على مفترض أننا نتكلم على جيش متقدم جداً يمتلك أحدث التقنيات لديه الإحداثيات حتى الآن لم يحقق أي نتيجة ملموسة حتى لم يستطع أن يحصل أو يرجع مرة أخرى الرهائن المحتجزين إحنا يعني المشهد عبثي بشكل كبير جداً ومشهد مش بقى فكرة يدعو للتساؤل يعني أعتقد أنه كل المصطلحات اللي تدين هذه المشاهد أعتقد أنه كل وسائل الإعلام بالفعل يعني تحدثت بها لكن اللي بيحصل يا شازلي يتخطى أي معنى يعني فعلاً ما فيش معنى يوصف اللي إحنا بنتابعه كل يوم بكل تأكيد وخلينا برضو نبص على الصورة الصورة اللي قدمت قلوب العالم كلهم أول ما طبعاً بسبب انقطاع الكهرباء وقلة الوقود فوصلت أجهزة الأكسوجين عن الأطفال الخدج أو المبتسرين أو اللي هو زي ما كانت جمعنا بتتكلم عنهم اللي هم في حاجة إلى الحضانات وكانوا موجودين كلهم في سرير واحد يعني كل واحد فيهم بينتظر دوره مصر أول ما شافت هذه الصورة تحركت وبشكل عاجل وتكثيف الاتصالات من أجل أخذ هؤلاء الأطفال وأن يكونوا موجودين في مصر عشان يدخلوا في حضاناته في مستشفيات المصرية وبالفعل بالأمس مصر استقبلت 28 طفل من هؤلاء الأطفال وبالمناسبة هؤلاء الأطفال يعني في منهم اللي معروف أهله في منهم اللي معروف واستشهدوا في منهم اللي مش معروف أهله يعني تخيالوا ممكن طفل من هؤلاء الأطفال يكون بداية عيلة جديدة لسه هيحمل اسم جديد لأنه مش معروف أهله أو مش عارفين أهله عايشين ولا أهله استشهدوا أهله هيتعرفوا عليه فين هيوصلوا إزاي الوضع بكل تأكيد كارتي من ضمن الأخبار المهمة كمان لحصرت أمباري حجمان هو اجتماع مجلس الحرب ده اجتماع بكل تأكيد احنا بنتبع أخباره بيكون اجتماع بشكل يومي لقادة الحرب في إسرائيل كان فيه اجتماع أمباريح مهم بأهالي المحتجزين طبعا احنا عارفين إن الشارع في إسرائيل بيغلي نتيجة أهالي المحتجزين بيخرجوا فيه تظاهرات واحتجاجات طبعا بيطلبوا بيه سرعة تحرير أبنائهم مباريح كان فيه انقسام في المواقف ما بين في مجلس الحرب وده اللي يتكلم عنه بعد كده أهالي المحتجزين وزير الدفاع السابق ورئيس أركان السابق بيقولوا إنه فيه أولوية ويجب تكسيف الضغط من أجل إتمام صفقة لإنقاذ المحتجزين وده طبعا ماشي على هوا أهالي المحتجزين وموافقين عليه لكن على الجانب الآخر عندنا رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو يعني يساوي ما بين الاثنين هو وزير الدفاعه أيضا ورئيس الأركان ورئيس الشباك بيساوي ما بين الاثنين ما بين الضغط على حماس واستكمال الحرب والبطش اللي بيحصل فيه حماس وأيضا حياة المحتجزين وده اللي أدى إلى خروج مظاهرات بعد هذا الاجتماع ومن قبل أهالي المحتجزين بيطلبوا بموقف واضح اللي وصفته بالمناسبة صحف الإسرائيلية موقف بنيمين نتنياهو بأنه موقف رمادي مش واضح صحيح يا شازلي وبعد زي ما شازلي كان بيقول لحضراتكم بعد الخروج أو يطلع تصريحات أو حتى أحديث أو أخبار عن التوصل المبدئي لاتفاق لتبادل الرهان أو حتى التوصل لهدنة إنسانية ثم يخرج تخرج حكومة الحرب اللي هذا الكيان الإسرائيلي تنفي أنه حتى فيه توصل مبدئي لهذا الاتفاق فبالتالي الشارع بالفعل الإسرائيلي يغلي وزي ما كنا بنتابع اللي تابع هذا الاجتماع حتى لنتنياهو مع أسر الرهان هيلاقي بالفعل أن نبرة هجومية بشكل كبير جدا نبرة فيها غضب بشكل كبير جدا وبيتحدثوا عن أنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو غير مهتم أصلا بالرهان وأنه حتى أو المحتجزين وأنه حتى شايف أنه لفظا تقال له من يعني حد من أهالي المحتجزين قالوا أنت تتحدث عن الأموات أين الاهتمام بالأحياء ده كان تساؤل بالفعل موجود من أحد أسر الرهان والمحتجزين حتى لو هرتكلم عن Human Rights Watch حذرت أنه كمان قطع قوات الإسرائيلية للمياه ينظر بتفشي وشيك للأمراض ده على جانب آخر من التحذيرات الأممية كلنا عارفين طبعا أنه منذ السابع من أكتوبر قوات هذا الكيان منعت الكهرباء والمياه والوقود عن القطاع لو حتى بصينا للتصعيد في قطاع غزة قصف مباشر للمستشفى الإندونيسي أيضا قصف لمدرسة أخرى في مخيم البريش زي ما قلت لحضراتكم الأرقام حتى اللي كنا نتحدث عنها أرقام مرعبة يعني زي ما شازدي قال لحضراتكم استشهد حوالي 13 و300 ألف فلسطيني وده بالمناسبة اللي هم قادرين يحصوه حتى الآن يعني هذا الرقم ليس رقم مؤكد حتى الآن عندنا من بينهم 5600 طفل المفارقة بقى أنه العالم احتفل إمبارح باليوم العالمي للطفولة فالسؤال هنا أي عالم اللي بيحتفل بالطفولة يعني على أي أساس هذه المشاهد اللي احنا بنتبعها حتى أطفال بنقول ولدوا يعني قبل معدهم احنا بنتكلم أي طفولة اللي بنتكلم عليها ويمكن شازلي يتحدث كمان عن الأطفال اللي لسه هيبدأوا عيلة من أول وجديد هيتحملوا اسم عيلة من أول وجديد طيب احنا بالنسبة للأطفال اللي ولدوا مفيش أهل مفيش أب مفيش أم مفيش أخوات دول أصلا هيخرجوا للعالم إزاي هيوجهوا العالم إزاي هيعيشوا إزاي مين اللي هيبقى مسؤول عنهم طيب الأطفال اللي شافت كل هذه المشاهد الدموية وشافت أخواتهم بيموتوا وشافت أسرهم بيموتوا دول هيخرجوا للعالم إزاي هيتعاملوا ازاي أطفال عاشت خرجت الدفاع المدني أو حتى المواطنين اللي ساعدوا لهم يخرجوا من تحت الركام حد متخيل نفسية الأطفال دي عاملة ازاي ايه الوضع اللي ممكن يتوصف يعني الوضع اللي وضحته أو وصفته من أطنمت الأمم المتحدة للتفولة اليونساف بأنه مقبرة للأطفال يعني ده الوصف اللي هم قالوا بس أنا أعتقد أنه حتى مقبرة لألاف الأطفال ممكن الأطفال اللي توفهم الله يعني راحوا للخالق عز وجل طب الأطفال اللي عايش هدي أنا مش بالحقيقة يمكن العالم عاجز حتى عن أنه يتصرف العالم عاجز على أنه يوصف ما يحدث العالم بالفعل عاجز عن وصف تصرفات أو حتى وقف تصرفات هذا الكيان الغاشم يا شازل بكل تأكيد جمعنا فيه استهداف واضح للأطفال واستهداف واضح للنساء استهداف واضح للأطفال وزي ما قالوا قبل كده أنه الأجيال الحالية هتموت والأطفال هتيجي مش عارف أي حاجة هم خلقوا جيل جديد من الأطفال جيل مقاوم جديد يعني الطفل اللي عنده سنتين وشاف هذه المشاهد مستحيل ينسى ومستحيل ينسى هذه المشاهد وكل تأكيد هيكبر وهيدافع عن أرضه استهداف للنساء التي تلت هذه الأطفال هم عايزين يفضوا هذه الأرض تماما ودي السياسة الاستيطانية نحن النهاردة في حلقتنا هنكون مع حضراتكو هكون عندنا فقرة هنتكلم فيها إزاي الصحف تناولت هذا الموضوع الصحف طبعا المتخصصة للأطفال إزاي تناولت جرائم الاحتلال إنعكاسات ده على نفسية الأطفال هتكون عاملة إزاي هكون عندنا تغطية شاملة كعادتنا كل صباح عن تطورات الأحداث في قطاع غزة مرة تانية بنصبح لحضراتكو أهلا بيكو حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر